مرحبا حبايبي أصحاب برددل وشلومكم إن شاء الله تكونوا خير اليوم راح أقرأ توقعاتكم العامة التوقعات راح تكون تشمل العمل العاطفة الصحة على الصعيد الأثري العاطفي المرتبطين المنفصلين العزاب حتى المطلقين صحبت لهم ورقة حتى ما يزعلون عندي لأن دائما بالتعليقات يكتبوني التحديات اللي راح تواجهك نقاط الضعف نقاط القوة اللي موجودة عندك القراءة طبعا تشمل البرج الطالع والشمسي والقمري يعني اللي طالع دلو أو حتى القمري مالتا برج دلو ممكن تنطبق عليه القراءة وإن شاء الله تنطبق عليكم جميعا لأنه كلش قراءة إيجابية وحلوة ما شاء الله وإن شاء الله تتحقق كل التوقعات اللي راح أقول لكم إياها سووا لي لايك إذا عجبكم الفيديو واشتركوا بالقناة إذا شنتوا ما مشتركين وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات وخلونا نبلش الفيديو بداية برج الدلو ممكن تكون تتعامل شنة تتعامل ويا شخص من برج العقرب برج العقرب هذا أشوف أنه هو من النوع اللي عنده نوع من العصبية الهجومية هذا الشخص ممكن يكون جد ما تحاول تبني وياه أو مشارطة برج العقرب وتبهر يعني أي ساين ثاني عادي إذا الناس أكو تسأل بالأبراج يقول مو هذا البرج فالأبراج هي الفئة محددة من عدكم اللي يتعاملون ويا الشخص اللي برجي أقوله يعني بالذات القراءة ممكن تطبق عليهم أكثر من عدكم أنتو فأشوف أنه أنت مريت بصدمة عاطفية ممكن تكون حتى صدمة بصعيد العمل ممكن تكون انفصلت من عمل تركت عمل صار لك فترة أو طلعت من عمل بظلم أكو شخص خرب عليك بشغل أو حتى بعلاقة وأدى أنه هاي شغل أو العلاقة تنتهي وتنهد أشوف أنت طاقتك بالفترة الحالية عندك نوع من الغضب ممكن تكون تتمر بمشاكل مشاكل المادية مشاكل عائلية مشاكل على الصعيد العاطفي بالنسبة للناس اللي علاقتهم بعض منهم أشوف علاقة مهزوزة بيناتكم فأشوف أنت عندك طاقة غضب كبير بالفترة الحالية طاقة التعصب وصاير عندك عناد عنيد جدا أنت بالفترة الحالية وممكن تكون تتعامل ويا شخص من برج الثور برج الثور اللي أنت تتعامل وياه هذا شخص ممكن يكون ما يتقبل النقاش لأنه بعد برج الثور هو ينطبق المثل به بالعناد فأشوف أنه أنت تتعامل ويا شخص عنيد جدا شخص ما يهتم المشاعرك كان شخص بالنسبة لك متعب شخص دائما من تحت شوية يخليك توصل إلى مرحلة الانفجار من كثر الضغط اللي يضغط عليك أشوف أكو شخص ضغط عليك بسابق كان هواية وهذا الشخص قلت لكم ممكن يكون برج الثور أو حتى برج الميزان فهذا الشخص تعبك هواية بحياتك ممكن تكون انفصلت عنه أو بالفترة الحالية أنت بحالة انفصال أكو قناع سقط من شخص موجود بحياتك وأنت بالفترة الحالية ممتعب من تصرفات هذا الشخص أو حتى من حقيقته ممكن يكون كان غاشة كبيت حلو منظر حلو يعني ظاهر حلو ولكن جوهر هو ما كان جوهر نظيف ما كان جوهر جميل يعني هو فقط مظهر خارجي فأنت اكتشفتها على حقيقته ومن اكتشفتها على حقيقته هذا الشي سبب لك صدمة شبيرة بحياتك وخلى أمورك كلها يعني تتبعث من بعد حيرة أنت تشنت بيها من بعد تردد كبير اتجاه قرارين أو حتى شخصين ممكن تكون عندك مشاكل عائلية قاعد تحاول تصلح بين شخصين أو حتى بينك وبين شخص فأشوف شنة ما أخذ هدنة عندك وضع الهدنة ويا هذا الشخص ولكن من كثر ما ضغط عليك أنت صار عندك نوع من الانفجار فأنت انفجرت على هذا الشخص وصار ببيناتكم كلام جارح تجريح بالكلام وأدى هذا الشي إلى مشكلة ببيناتكم سببت أنه يصر بينكم زعل أو حتى فراقة وانفصال لبعض منتكم أشوفك أنت يعني حاجة بصراحة من بعد فترة خذت سكوت وتهتم للمشاعر وانفجرت قلت لك عندك هنا طاقة البركان وانفجرت كانت عندك بركان من الغضب بداخلك وفجرت على هذا الشخص ووقفت العلاقة بي قطعتها صار عندك كلام مواجهة بصراحة بينك وبينه إذا كنت منتظر مواجهة من هذا الشخص اللي أنا قاعدة هتعرف المواجهة راح تكون موجودة خلال أسبوعين منها يعني من التاريخ ما أنت تشوف الفيديو أسبوعين أشوف المواجهة راح تكون بينك وبين هذا الشخص وراح يصير كلامه بصراحة وراح يعتذر منك هذا الشخص من بعد ما يعرف غلط هسا هاي الطاقة العامة قلت لكم ممكن تكون على صعيد العاطفي والأسري وممكن تكون على صعيد العمل إنه أنت انفصلت من العمل بسبب العصبية زايدة ممكن شخص بالعمل ضغط عليك كهواية وصارت مشكلة بينك وبينه وهذا الشيء أدى لأنه أنت انفصلت من العمل وطلعت هذا كله يعني خليه بالماضي خليناه يعني عجلة الحظ طلعت لك أول ورقة الشيء اللي يتوج هاي السنة أنت عندك لحظ كله وياك أي خطوة تريد تقدم عليها ابدأ بيها تشتغل عليها بهاي الفترة عندك وضوح عندك مخاوف كانت بسابق أشوف راح تتخلص من عدها الأوهام اللي كانت موجودة حتى الأمور اللي مضمومة عليك عندك وضوح راح تنكشف لك هواية أمور هواية أسرار ممكن حتى هواية أقنعة سقطت الأقنعة خلاص أكو هواي ناصب حياتك تشونة ولابسين أقنعة سقطت الأقنعة من عدهم ممكن يكونون من العائلة ممكن حتى يكون شريك عاطفي لبعض من عدكم عجلة تلحظوا ياك وطبعا طلعت لك وياها الناينوف بنتك فأوضاعك المادية راح تتحسن تحسن كبير أنت نفسك راح تتفاجئ من عندك البعض منكم أشوف اللي عنده عمل ثابت أكو عمل ثاني تركيزك على العمل كبير جدا راح تشتغل بدل الشغلة شغلين وثلاثة حتى تحقق استقرار مادية وعندك هنا ورقة الناينوف بنتكال والتينوف بنتكال فأنت عندك تقدم من التسعة للعشرة أمورك أشوفها بالعمل أمورك المادية أمورك حتى العاطفية العائلية كلها في استقرار تام على الوضع العام يعني الطاقة العامة أنت بلشت تعرفوا هواي ناس على حقيقتهم بلشت التعب اللي تعبته بالسابق المشاكل اللي كانت عندك كلها الأمور اللي كانت متعلقة طاقة الحط طلعت وياك الويلة فورتشن أمورك كلها راح تبلش تتغير تغييرات كلش سريعة راح تصير بحياتك وعلى الصعيد المادي بالأخص قاعد أشوف البعض من عدكم عنده نجاح على صعيد العملي أو حتى إذا كانت البعض الناس اللي عندهم دراسة أشوف أكو نجاح أكو انتصار أكو تقدم أكو شي بعملك إذا شنت أنت داخل مجال عمل معين وقاعد تحاول تطور به راح يتطور هذا العمل اللي أنت به وراح تنعرف وتنشهر به وأكو ناس هواية راح تفرح لك به عندك تقدم بالعمل أمورك المادية في تحسن ممتاز ممكن أول شهرين من السنة تكون الأمور يعني بها نوع من المعلقة ولكن بها تحسن يبدأ النصف الثاني من السنة توصل لمرحلة التينوفنتيكال يعني كل الأرباح اللي أنت منتظرها أو حتى ناتج العمل أو العمل اللي أنت ممكن تكون دخلت عمل جديد أرباحها كلها تبين أنت من نهاية السنة إن شاء الله راح تكون على الوضع المادي مستقر تماماً مادياً وأمورك كلها تمام البعض حتى اللي عندك أسرة مثلاً أمورك الأسرية استقرار مادي إلك والعائلتك قاعد أشوف كلش كبير من نهاية السنة خاصة شهر العاشر شهر العاشر راح الأموال تبدأ الدرعيك من كل مكان البعض منكم ممكن يكون منتظر إذا كانت عدكم ورث أو حتى أموال منتظريها على الشخص صار لكم سنتين منتظرين أو حتى مشاكل تخص ورث أشوف هذا المشاكل راح تنتهي إن شاء الله بهاي السنة وراح تاخذ حقك راح تاخذ ورثك أو حتى الأموال اللي كانت مديون يم شخص أشوفها راح ترجع إلك هاي الأموال وراح تفرح بها أمورك المادية كلش زينة إن شاء الله تتحقق عليكم ماكو أحلى منهيش أوراق تطلع للأمور العملية والمادية عملك أشوفها فيه تقدم ولكن محتاج من عندك بعض الانضباط والتنظيم حاول تنظم أعمالك إذا قررت تشتغل شغلتين فحاول تنظم وقتك توازن بين أعمالك وما تقصر ولكن الحظ لا جانبك فلا تخاف ولا تقلق يعني فبرج الدلو كل التوفيق لكم على الصعيد المادي إن شاء الله يا ربي الله يرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون على الصعيد الصحي أشوف عدكم شفاء موجود أموركم الصحية تمام ممكن تكونون شتوا قلقين اتجاه مشكلة صحية من شخص من العائلة المتزوجين ممكن يكون الطفل عدكم بالعائلة مريض وشتوا شايلين همه أشوف هذا الطفل عنده طاقة شفاء وفرحة عائلية راح تكون موجودة بشفاء هذا الطفل المريض ما قاعد أشوف شي خصكم ممكن شي خص العائلة يكون وتبر أي شخص من العائلة أنتم موجود يعني عنده مشكلة صحية أو أزمة كان مار بيها أشوف عنده شفاء أكو فرحة عائلية أكو لما حلوة بعض النساء من برج الدلو اللي كان متأخر عليكم الحمل صار لفترة أو حتى عدكم مشاكل بالحمل ما قاعد يتم أشوف الزواء أشوف الحمل الموجود عدكم بهاي السنة إن شاء الله أكو عدكم طاقة حمل موجودة طاقة ولادة طفل جديدة ممكن تكون موجودة ممكن ذانتي حامل وخايفة عندك مخاوف من الحمل فاشوف الولادة راح تسهل إليك وعندك فرحة بولادة طفل جديد راح يدخل للعائلة بالنسبة للأوضاع العائلية والأسرية البعض منكم قلت لكم ممكن يكون صاير زعل بينك وبين شخص من العائلة أو حتى شريك الزعل صار لفترة ممكن صار لثمانة شهر أو ثمانة أسابيع أو حتى من شهر الثامن هذا الزعل موجود بينك وبينه أكو خلافات اضطرت لأنه أنت أما أنت انسحبت بزعل أو هو زعل وانسحب من عندك هذا شخص قاعد يشوف أنه الأمور ببناتكم راح تبلش شوية شوية تهدأ وذا ش أنتم منتظرين عودة شخص غائب عليكم أو شخص مسافر فأشوف العودة راح تكون بشهر الثامن إن شاء الله راح يرجع هذا الشخص اللي يمسافر أو حتى اللي يترككم ورحل يعني وصار بينكم وبينه زعل فأشوف ممكن يتكون أكو بعض الخلافات العائلية تصير ولكن الأمور تعد بسرعة بسرعة ماكو مشكلة كبيرة يعني أموركم العائلية نوعا ما راح تكون مستقرة ولكن لا تخلوا من بعض اختلافه بوجهات النظر والخلافات أحلامك وتطلعاتك يا برج الدل وهي أحلامك وتطلعاتك مبينة من الأوراق اللي موجودة فأكيد يعني راح تكون بالفترة الحالية قاعد تدرس مشروع أو حتى قاعد تدرس شراكة معينة أو قاعد تحلم أنه تطور بشغلك تطور أوضاعك المادية تحسنها تدخل عمل جديد شراكة جديدة فأشوف أنه أحلامك وتطلعاتك العفو أنه أنت تجد بالعمل اللي أنت موجود به وتكبر وتحقق نجاح وراح تحققها إن شاء الله النجاح فأنت مركز على عملك بصورة كبيرة بهاي السنة أنت منطلق يعني أنت راح تتقدم بكل قوتك اتجاه هواية أمور كانت معلقة بالسابق لتتأجلها دائما من هذه السنة هي سنة الانطلاق إليك يعني أنت راح تبدأ من هذه السنة تنطلق وتجمع ثروة لحد السنين اللي جاية اللي راح توصل بها الورقة التين في بنتك اللي هو الاكتفاء المادي ورقة الثروة ورقة الاستقرار المادي خلاص بعد أنت أمنت مستقبلك أمنت مستقبل أطفالك ممكن حتى بيتك فهاي سنة الانطلاقة إليك حاول أنه تستغل كل يوم من هاي السنة لأنه الحظ بجانبكم موجود فحاول تستغل هاي السنة بمشاريعك بمعاملاتك بعقودك اللي بعض من عيدكم طبعا يشوف إذا شنتوا منتظرين شراء بيت فعيدكم هواية أوراق تنقل هواية أوراق شراء بيت وأيضا هنا طلعت لكم فإذا شنتوا ناوين تطلعون من العائلة تنتقلون البيت وحدكم الانتقال موجود لأنه أساسا هي ورقة العائلة طلعت لورقة الانتقال فأكون انتقال ممكن لبعض منكم بسبب مشاكل عائلية وخلافات راح ينتقل إلى بيت جديد يطلع من بيتها وينتقل البيت جديد اللي صار لكم فترة تفكرون أو حتى صار لكم سنتين تحاولون تجمعون مبلغ حتى تشترون تشترون بيت تشترون عقار فأشوف الشراء موجود إن شاء الله بهاي السنة خاصة شهر العاشر وأيضا ممكن تكون يعني الطاقة قبلها أشوف أكو شراء بيت لكم بهاي السنة إذا شنتوا وانتوا صار لكم فترة تجمعون إلى وممكن حتى يكون شراء سيارة أموركم المادية أشوفها تمام تمام كلها زيانة أموركم الصحية أموركم العائلية خلينا ننتقل للوضع العاطفي البعض منكم ممكن تتعاملون ويا شخص من برج هوائي أو شخص من برج ترابي شوية متباطئ بالحركة هذا الشخص أشوفه ما قاعد يتقدم بالعلاقة خاصة بالفترة الحالية قاعد أشوف هذا الشخص مركز على عماله مركز على الأموال ممكن يكون هاملكم بصورة كبيرة فممكن حتى هذا الشخص من يصير كلام بينكم وبينه أو من يصير عتاب يتهجم عليكم هذا الشخص بسرعة ويجرحكم بالكلام أشوف عدكم حد الشخص ممكن يكون من برج هوائي أو من برج ترابي هذا الشخص قلت لكم عدة طاقة إهمال عالية اتجاهكم أنتو تعبانين من إهماله تعبتم من علاقتكم بي وبالفترة الحالية قاعد أشوف البعض منكم أما هو خلى حد لهاي العلاقة ونهاها أو خلال أول أسبوع من السنة يعني أول أسبوع من هذا الشهر أو بعد أسبوع من الأسبوع راح تتخذ قرار أنه تقطع علاقتك بهذا الشخص اللي علاقتك به متزعزعة ما به ثبات هذا الشخص يوم موجود بحياتك يوم مختيفي يوم مهتمامي بك زايد يوم ما يهتم أصلا وكل ما تحكي وإذا كانت هو عذرا أنه هو مجغول بالعمل 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 فأشوف أنه هذا الشخص أنت راح تخليه لحد وراح تقطع علاقتك به لبعض الناس اللي علاقاتهم متزعزعة أنت راح تتخذ قرار وقرارك راح يتوج وقرار راح يكون صحيح راح تبدأ بداية جديدة وراح تقطع هذا الشخص تقطع علاقتك به من حياتك أو حتى التواصل ممكن لبعض منكم يكون سوا بلوك أو راح يسوا بلوك بفترة جاية قراراتك طبعا بمكانها تخلي الكارما تشتغل على هذا الشخص لأنه أساسا ورقة الكارما موجودة وياك وهو راح يرجع بعدين يحاول أنه يصلح الأمور ولكن أشوفك أنت ما أخذ قرارك أنه تقطع علاقتك بنهائي بالنسبة الحبابي المرتبطين المرتبطين اللهم بلا حسد أشوف البعض منكم اللي مرتبطين خاصة صار لكم ثلاثة شهر تفكرون بموضوع زواج أو بترسيم العلاقة لبعض منكم قاعد يفكر بترسيم علاقة ممكن صار لها ثلاثة شهر أكو ترسيم للعلاقة أكو علاقات حلوة متكافئة حتى بالنسبة للناس العزاب وهسا داخلين العلاقة جديدة صار لها ثلاثة شهر أو شهرين أشوف العلاقة متكافئة الحب بيناتكم متبادل العطاء بيها متبادل الثقة بيناتكم موجودة هذا الشخص نيتا جاد داعدكم زواجوا ارتباط بهاي السنة يا برج الدلو المرتبطين أشوف أنه خاصة اللي صار لكم فترة طويلة والأمر كان قاعد يتأجل بسبب أمور مادية فأشوف أموركم المادية في تحسن وأكو تكافؤ بينكم وبين هذا الشخص أكو عدكم احتفالات أكو مناسبات حلوة الناس اللي متزوجين أشوف بالبيت قلت لكم ممكن تكون عدكم فرحة طفل جديد ولادة جديدة اتخذكم أو اتخذ شخص من العائلة المهم أشوف أكو مناسبات حلوة أكو حفلات أكو شراء منزل لبعض الناس المتزوجين أو حتى اللي يفكرون ينتقلون مشارط شراء منزل فأشوف الانتقال بيناتكم موجود والانتقال رح يكون بصالحكم وأكثر استقرار لكم عدكم حفلات عدكم خطوبة أو ترسيم العلاقة خلال أول ثلاثة شهر من السنة إن شاء الله الأمور المرتبطين راح تكون كلش حلوة و الله يسعدكم إن شاء الله بعض ويتمملكم على خير بالنسبة للناس العزاب والمنفصلين أشوف أنه أكو شخص من الماضي راح يرجع يتواصل وياكم راح يحاول أنه يرجع مرة ثانية من بعد ما هذا الشخص غاب عنكم فترة وأنتوا شبهنا هنا العلاقة بي أو حتى نفكر إنه برجعت أشوف هذا الشخص خاص من برج الميزان أو برج العقرب أيضا هذا الشخص سبب لكم مجروح بالماضي وهس قاعد يحاول يرجع يعتذر لكم من جديد أساسا عدكم طاقة اعتذار من شخص قلت لكم جرحكم سابقا بالكلام صارت بينكم وبين مواجهة وأيضا طاقة هوائية فهذا شخص أشوف راح يرجع برج الجدلو برج الجفزاء برج الميزان وأيضا القراءة ممكن تكون عكسية ممكن أنت مجرحة أو ممكن هو اللي مجرحك بالكلام فعدكم هنا قلت لكم أكبر الجوع العزاب عدكم شخص من الماضي راح يرجع مرة ثانية ويحاول يبدأوا بداية جديدة ولكن أشوف كنت بعض من عدكم انتو خلاص هاي العلاقة وقفتوها فعدكم علاقة جديدة شخص جديد راح يدخل بحياتكم بالفترة الجاية راح يرجع لكم التوازن والتفاؤل للحياتكم للعلاقة خاصة موضوع العلاقات اللي أخذتوا فترة أنتو شونتوا كلش متعبين من عنده فبالفترة الحالية أشوف انه الرجوع موجود وعدكم بدايات جديدة كلش حلوة على صعيد العاطفي بالنسبة لناس المنفصلين المطلقين وينتظرون رجوع ما أشوف لكم رجوع بهاي الفترة أمركم معلق والبعض من عندكم الأمر خلص منتهي فهاي الورقة أيضا البعض الناس والأوراق اللي ظاهرها يمي ممكن تكون ورقة عمل ممكن تكون انفصلت بسبب عمل أو بسبب حسد وصار الانفصال ببيناتكم أو طلاق الرجوع قاعد أشوف متأخر يعني هاي الفترة ما كو رجوع الأمر ببيناتكم معلق فممكن هاي الطاقة تتوضح أكثر بالتوقعات الشهرية من نقراها والتوقعات الأسبوعية فتابعوا المطلقين راح أخلي دائما بكل قراءة لكم مكان بها أنزر لكم أوراق أشوف أوضاعكم الشيء راح تكون لأنه الأمر هنا كل أمور هي أول وتالي بعدين راح تكون أبصال حق أكو تفاؤل وتوازن راح يرجع لحياتك إن شاء الله بالنسبة للمنفصلين والمطلقين توازن راح يرجع التفاؤل ويقول لك هاي هم طاقة الصبر فأصبر وأتفاءل خير إن شاء الله الأمور تتحسن لأنه المطلقين قاعد أشوفوا الرجوع معلق بها الفترة ممكن بطاقة شغلية تكون أوسع وتبين أكثر أو خلي شوية أوضح لكم عليه حتى لا تزأل مني هل يوجد رجوع المطلقين برج الجد والجدة للأفو مثل ما ترقعت شوف رجوع بالنسبة للمطلقين حبايبي المطلقين أشوف إنه عدكم حنين هواية للماضي أو حتى هذا الشخص ممكن يكون أكو حنين من عدكم أو من عنده لأن القرام ممكن تكون عفسية ولكن أشوف أكو حنين بالماضي الطاقة المشتركة اللي بيناتكم طاقة الحنين ولكن أشوف أكو عدكم أطراف خارجية هواية متدخلة بهاي العلاقة وأكو شخص بالذات كبير بالسن شخص مسيطر ممكن يكون طاقة أب أو طاقة أم طاقة أخ كبير هذا الشخص أشوف عنده سلطة وهو اللي موقف العلاقة بالفترة الحالية أو عارض بينكم وبين الرجوع وهو اللي ممكن يكون سبب حتى إنها العلاقة اللي موجودة بليناتكم فأشوف أنه الرجوع صعب جدا إذا ما كان مستحيل للبعض من عدكم العلاقة منتهية وأيضا أكو طرف بيها أكو طرف هو اللي موقف العلاقة وقاطعها ممكن يكون أب ممكن يكون أم سواء كان يعني من طرف أنت أو من طرف الشريك طاقة شخص كبير بالسن شخص متكبر شخص مسيطر متسلط هذا شخص طاقة أب عنده موجودة هو طفلين فأكو حنين ولكن أكو شخص تخلى يحاول هواية من بعد محاولات يحاول أكو عمل موجود عليكم مدام طلعت هاي الورقة فأتأكد لي أنه أكو عمل بالنسبة للمطلقين ممكن يكون العمل هو السبب خراب البيت وطبعا العمل ممكن يكون مشروب أو مأكل نوعية العمل اللي عليكم السحر يعني لأنه هذا يطيني طاقة أكثر أنه هذا الشخص هو من العائلة ممكن يكون أب ممكن يكون أم وأكو عمل مشروب هذا العمل هو اللي تسبب بالنفصالكم أو حتى تسبب بالمشاكل اللي موجودة ببيناتكم وانتهاء العلاقة ولكن لكم بدايات جديدة إن شاء الله وإن شاء الله طاقة تتغير قلت لكم انتظروا الطاقة الشهرية تكون أوسع أكثر لأن هاي تشمل السنة كلها فممكن هاي التأخيرات اللي موجودة هسا والوضع يكون هسا مستحيل ولكن إذا تشافيتوا من العمل اللي موجود عليكم أو حتى الشريك إذا تشاف من العمل اللي صاير علي الرجوع ببيناتكم ممكن ممكن يعني يكون يعني موجود لأنه أشوف أكو حنين للماضي حنين الأيام الحلوة اللي كانت ببيناتكم البيت للإستقرار العائلي وأكو اعتذار أكو شخص لازم يعتذر من بينكم أنتو الأثنين فالمطلقين كل التوفيق لكم وبالفترة الحالية الرجوع ما موجود كثيركم أكو شخص معارضه هو اللي موقف الرجوع وهو اللي رافض فكرة الرجوع تماما وعليكم والبعض منكم الثاني ممكن يكون عليكم عمل العمل هذا ممكن يكون مشروب أو مأكول فحاولوا ترقون نفسكم أو تتأكدون من هذا الوضع لأنه هاي قراءة عامة فما راح تنطبق على الجميع مية بمية أكيد بالنسبة للتحديات اللي راح تواجهكم التحديات اللي راح تواجهك يا برج قدلوا أنه أنت تحافظ على نشاطك تحافظ على انطلاقتك تكون صاحب قرار صاحب عزيمة لا تحاول أنه تندفع زيادة رغم أنه أنت منطلق عنده شوفك هنا أنت منطلق وما شايف شي عندك خلاص منطلق عندك سفر تنتقل من مكان المكان أمورك المادية تحاول تحسن بها تشتغل بدل شغلة شغلتين وتلافع حتى تجمع مال التحدي اللي قدامك أنه أنت تحافظ على أمورك المادية تحافظ على أموالك تحافظ على نشاطك اللي موجود هسه من بداية السنة أنت منطلق فالتحدي اللي قدامك أنه أنت تحافظ على النشاط اللي عندك وروح المغامرة وروح العمل مثل ما نقول فلازم تحافظ عليها وتسيطر على أوضاعك لا تخلي أحد بهاي الفترة يحاول يفرض عليك أنه أنت مثلا تتراجع بخطوة تتخذها وأنت متأكد من عندها رغم هذا حاول لا تستعجل ولكن حافظ على نشاطك الضعف اللي عندك هو الكلام اللي رايح جاي أكو شخص راح يحاول بهاي الفترة بهاي الفترة عفو سحقت أكو شخص راح يحاول بهاي الفترة أنه يحبطك يحبط معنوياتك ممكن يحبطك حتى على المستوى العملي ممكن شخص ينقلك كلام هذا الكلام غير صادق ممكن شخص يحاول يخرب بينك وبين أحد راح يكون نقطة ضعفك فإذانك لا تنطيها لأي أحد حاول أنه شورك يكون من راسك مثل ما نقول يعني أنت اللي تفكر به أنت سوي اللي أنت ما تأكد منه لتأخذ نصايح من أشخاص ممكن يكونون بعدهم ما عندهم نضج النضج الكافي أنه هما ينصحون النصايح أخذها من تأخذها أخذها من شخص أنت واثق أنه عنده تجارب بالحياة شخص متستشيرة راح يفيدك لأنه قاعد أشوف أنه أكو كلام راح يكون رايح جاي إشاعات ممكن تكون عليك أنت أشوف أكو شخص راح ينقل كلام منك وينقل للناس غيرك وممكن أيضا أنه هذا الشخص يشتغل على تشويه سمعتك أو حتى إحباطك على المستوى العملي على المستوى العاطفي على مستوى حياتك بصورة عامة أكو شخص راح يراقبك ويظل دائما ينقل كلام عنك وممكن حتى يحشي كلامه بصالحك ما حلو فلا تخلي هذا الشي يكون نقطة ضعفك خلي كل شيء يصعد حدي ومن تحتي أعرف المنتحتي وشورك خليه يكون من راسك مو من أحد ثاني نقاط القوى اللي عندك هي العزم اللي عندك العناد اللي عندك قلت لك عندك قوة عزيمة يعني أنت بالفترة الحالية أنت منطلق ماكو أحد راح يلزمك فأشوف أنه نقاط القوى اللي عندك أنه أنت قوي أنت قادر على المواجهة أنت مريت بهواية ظروف أنت مبقى جرح ما مريت به ما بقى مشكلة ما عديت منها مريت بهواية متاعبة بحياتك الحد ما وصلت مرحلة من بعد ما أنت حاربت وانت حاربت صرت قادر على تحمل المسؤولية قادر على اتخاذ القرارات قادر على التمسك بالرأي التمسك بحتى الشي اللي أنت تريد تتمسك به أنت قادر عليه أنت قوي فنقاط القوى اللي عندك أنه أنت مريت بتجارب هواية ممكن تكون علاقاتك متوسعة أو حتى يعني عندك تواصل هواية تتعرف على ناس جديدة دائما تحب أنه شخصي نصحك تحب تتعلم أشياء جديدة فهي راح تكون نقطة القوى اللي عندك أنه أنت راح تتواصل ويا أشخاص راح يفيدوك بمجال عملك وبمجال حياتك بسرعة